وبالحديث عن الطاقة النووية والسلاح النووي سيد رئيس عبدالفتاح السيسي تصرق لده في المقربة الشملة في محور من المحاور زي حيك شفت المقربة اللي قدمها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي اللي زي ما كنا بنتكلم تحدث فيها عن كل شيء ويمكن تحدث فيها بلسان العرب ككله وحتى بلسان الأفريقي عندما تحدث عن أولا القضايا الفلسطينية كما سميها وهي قضايا العرب الأولى والأمن الغذائي والطاقة ودعا الدول للتعاون لحل هذه الأزمات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ووجه كلامه هنا للمؤسسات والدول الداعمة لهذه المؤسسات والميليشيات الإرهابية وأيضا الحديث عن بناء المجتمعات من الداخل يمكن مقربة كانت واضحة وصريحة من سيد رئيس عبدالفتاح السيسي طرحت اليوم في قمة جد يعني خلينا أقول أنه يمكن وده يمكن شهادتنا ستبقى مجروحة لكن لازم نقول ده أنه كلمة سيد الرئيس كانت كلمة منضبطة بصورة مباشرة كل كلمة لو بتاع الملالها تحليل مضمون هي بسياقها وفي إطارها حتى الخمس مبادئ الرئيسة لخريطة الطريق لمواجهة التحديات والمخاطر كانت مصنفة بتصنيف مباشر وخطة عمل وخريطة الطريق واضحة صحيح سيد الرئيس انتقل من الحديث عن الداخل وفيه طبعا قضايا مرتبطة بالأمن المائي كما أشرت والحفاظ على حقوق الدول ودي جزء خاص بنا كمصر لكن هو تكلم على بناء المجتمعات المجتمعات العربية بنتكلم على مواجهة الإرهاب التطرف حق الإنسان حق السلام حق ان انت تصل إلى السلام والاستقرار لكن هو يريد أن يذكر الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة أنه عدم التدخل في شؤون الدول القضية مش قيم احنا بنتبنها هما بيتبنوها دي أمور نسبية يعني بالمناسبة لكن انت بتتكلمي بمقربة مصرية وعربية وإقليمية الجزء الدولي هو كان مرتبط بالأزمات التي تواجه العالم ويمكن سيد الرئيس كان واضح في هذه النقطة هو بيتكلم اتفق مع جلالة الملك عبدالله الثاني في بعض النقاط بالمناسبة في هذه النقطة تركيزه على القضية الفلسطينية كان مهم جدا لأنه في غياب الرئيس محمود عباس دائما وفي غياب الفلسطينيين دائما ما يذكر الرئيس العالم ودي مش أول مرة على فكرة فيه كلمات الجمعية العامة وفي المؤتمرات الدولية الحديث باسم الأشقاء الفلسطينيين صحيح أن أبو مازن التقى مع الرئيس جو بايدن في بيت لحم لكن النهاردة وهو في جدة بيتكلم السيد الرئيس على في قمة يتبع العالم كله وتتبع وسائل الألم بتأكيد طبعا وفكرة حل الدولتين وتصميم مصر عليها أمر مهم موضوع مواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية وإنه العبارة لحدك أشرت إليها من شوية إنه الأمن القومي جزء لا يتجزأ جزء منه بمعنى إيه إنه مش حضرتك تفسري وأنا فسره فيه أمن قومي اللي هو مرتبط به الأمن القومي العربي مرتكزات السياسة الخارجية المصرية بتقوم على هذا فحتى خطة المصاري الخمس نقاط الرئيسية الخاصة بمواجهة التحديات والمخاطر الإرهاب والتطرف لسياسة الرئيس وقف أمام ومرتين هو بيتكلم أنا أعتقد والكاميرا جايبة وش الرئيس جو بايدن إنه هو عايز يقول إحنا ربما نختلف أو نتفرق لكن في النهاية ما صاحب التجربة في هذا الأمر لازم نذكر العالم بهذا إن مصر بالفعل وجهة إرهاب سنوات طويلة وإدرت بمفردها الحمد لله إنها تنجز هذا وده بفضل أجلس الدولة مؤسستها الدولة المصرية الكبيرة الراصخة مؤسستها فبالتالي إحنا بننقل الصورة دي الحاجة المهمة أيضا اللي جات فيه السياق الكلام هو التأكيد على حقوق المجتمعات والدول في الحياة أنت مش بتكلمي على حروب ونزعاتهم حق حرية العقيدة بالضبط فكل ده أمور أنا أعتقد أنها كتاب عمل جيد وصالح وطبعا فيه قواصم القادة العرب الآخرين ربما أشاروا لبعض النقاط لكن بعض الكلمات كانت مباشرة يعني الرسائل لسات الرئيس النهاردة كانت واضحة جدا وأنا لاحظت حاجتين تبدو ملاحظة شكليا وزير خارجية بلينكين كان بيكتب بعض النقاط وراء سيد الرئيس فدي برضو مؤشر أنه هو يريد أن ينكر الرسالة إلى بعض النقاط المهمة وأنا أعتقد أنه كانت الكلمة موفقة ومنضبطة يعني بصورة كبيرة تحدث أيضا سيد رئيس عبدالفتاح السيسي عن أمر هام جدا ويمكن كمان مصر بتستضيف القمة المناخية القادمة في نوفمبر القادم في شرم الشريخ ومسؤولية يعني الدول الصناعية الكبرى دول العشرين ويعني ضرورة أنها تتحمل مسؤولية التغيرات المناخية اللي بتعاني منها بشكل كبير الدول النامية إحنا بنتكلم على ملفين أمن الطاقة والتغيرات المناخية استضافتنا إن شاء الله في قمة الشرمة مرتبط طبعا بالمناخ والدولة يعني بذلة مجود كبير جدا وفي لجنة على مستوى عالي جدا وضم خبراء من كافة القطاعات البيان الختامي أكد على استضافة مصر ثم النسخة التانية لإمارات في السنة التالية لكن البيان الختامي أكد على دور مصر في هذا الإطار إحنا بنتكلم حضرتك ربما على مجالات جديدة الدولة المصرية بتتبنياها فكرة الأمن السبراني بنتكلم على أمن الطاقة بنتكلم على الهدروجين الأخضر بنتكلم على الاقتصاد الأزرق بنتكلم على أمور جديدة النهاردة مرتبطة بتسويق مبادئ ومرتكزات جديدة السياسة خرجاء المصرية يعني أنت بكلمي بلغة لغة العالم دلوقتي إذا كنا حنستضيف نسخة لهذا المؤتمر بس خلي بالحضرتك في نقطة مهمة إحنا في جلازكو في المؤتمر اللي فات في النسخة اللي فاتت كان كلمة السيد الرئيس اللي وقف فيها قدام حكتين قال إن الدول اللي هي تسببت فيه انبعثات الحرارية وفاقة النسب المقررة وخلفت بعض مبادئ باريس عليها أن تراجع نفسها وفي فكرة التعويضات اللي طرحت على لسان سيد رئيس في القمة الماضية النهاردة احنا بنحمل العالم مسؤوليته في ده احنا بطبيعة الحال بنبزل كمصر مجهود كبير جدا فيه إن شاء الله في نجاح النسخة الجديدة من مؤتمر المناخ لكن خلي بالحضرتك موضوع أمن الطاقة شغل مصر في مستويات متعددة وإن شاء الله ربنا يعني يكلل جهود الناس بكل خير